نبتدي الأخبار مع حضراتكم والنهاردة منتخبنا الوطني بيتمرن ومرانه الوحيد والأخير قبل اللقاء الغد ان شاء الله ان شاء الله بكرة منتخبنا هيلبس الشرط الأحمر والشرط الأسود والشراب الأبيض ده الشكل العام بتاعنا المنتخب بتاعنا الحمد لله منتخب سنغال بيلعب بالأخضر وبالتالي الأمور بالنسبة له مختلفة تماماً الألوان عن ألوان منتخبنا والتالي هنلبس الشكل اللي أنا قلت رحظكم عليه زي ما قلت في بداية اللقاء وتصريحات كيروش بأنه هو كمنتخب ومدير فني المنتخب مصر المنتخب مصر مش رايح عشان يتعادل ولا رايح عشان يخسر هو رايح يفوز وبالتالي يفوز زهاب وإياب ده الهدف بالنسبة لمستر كيروش والكلم صراحة في نقطة أنا دايماً بقولها يعني إحنا المنتخب الأقوى أفريقيا سبع نجوم بالنسبة لنا سبع مرات فوز لبطولة الأمة الأفريقية ده ما بيجيش من فراغ إحنا المنتخب الأقوى ودائماً إحنا المنتخب الأقوى والأفضل واعتبر كمان مش عايزة أقول إحنا الأسكى دائماً إزاي بنعرف نجيب البطولات وده حاجة دايماً موجودة عندنا هو راجل تكلم فيها وتكلم فيها لرفع الروح المعنوية بشكل كبير في هذا اللقاء يعني حم نتكلم برضو الراجل بيتكلم إنك توصل لكاس العالم أهم من فكرة عملية الاستحواز والشكل الجمالي في الوقت ده يعني شيء موقنا وإحنا قلنا قبل كده إن الوصول بالنسبة لنا أهم لكاس العالم في الحدث الكبير اللي بيحصل كل أربع سنين ده شيء مهم جداً بالنسبة لنا إنك تبقى متواجد ولما تبقى المرة التانية على التوالي والمرة الرابعة في حياتك أو في تاريخك ده شيء مهم جداً إنك تعمله بأمر الله من خلال النجوم موجودة في بلدنا من خلال العيبة مميزة إن شاء الله من خلال جهاز فني أيضاً مميز بأمر الله طيب بالنسبة للمنتخب السنغالي قاله سلسياً المدير الفني للمنتخب السنغالي يتكلم وقال يعني بخصوص لعيبته إن عبدو ديالو السيد باك اللي صاب وطلع لعب باريس سان جرمان مش هيبقى متواجد ومش هيلحق بمباراة الغد واتكلم على المنافس الوحيد بالنسبة لهذا اللقاء هو الوقت طبعاً زي ما بقول لكم إن السيناريو المباراة الربع ساعة الأولانية ربع ساعة مهمة جداً جداً وبالتالي الأمور لازم تعدي في أول ربع ساعة وإنت يعني الحمد لله إن شاء الله يبقى الأمور ما فيهاش أي حاجة ممكن تبقى عكس من أنت عايز يعني ما يحصلش يجي فيك هدف أو الأمور تبقى فيها ضغط كبير لازم أنت كمان برضو تعدي الربع ساعة الأولانية وتبتلك تشتغل بعد الربع ساعة اللي إحنا بنتكلم فيها وبالتالي طول ما أنت سابت في موقفك هتلاقي المنتخب اللي قدامك هيبقى مرتبك متسرع وده اللي بيكلم فيه أليو سيسي من خلال كلامه ترجمة نانسي قنقر